السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الصوت العديد ممن يجدون صعوبة في نطقه مع أنه سهل جدا لأنه يعني يوجد مقابله في العربية أو نستعمله في العربية إذن بالنسبة للعربية نستعمل الكسرة وبالنسبة للفرنسية نستعمل إي يعني إي يلعب دور الكسرة في الفرنسية قلنا فقط بالنسبة لمن يجد صعوبة في نطقها سوف تقومون كما لو أنكم تقومون بالكسرة مع شد خفيف على الحرف إذن سوف نتعرف على ذلك في هذا الدرس بإذن الله تعالى مينة لي سور لطبي مينة تقرأ على السجد أو فوق السجد السجد أو الضربية لطبي يعني السجد أو الضربية إذن مينة لاحظوا معي هنا لإ لعب دور الكسرة يعني مينة إذن فقط عندما أنطقوا هذه الكسرة فأقوم ببعض الشد عليها كما نقول في العربية الشد إذن نقول مينة مينة لي سور لطبي كما قلت لكم البارحة بالنسبة لدو عندما يأتي متبوعا لإسم فهذا يعني أننا نعني به الملكية لليفغ دو مينة يعني كتابه الكتاب هو لي مينة إذن يعني هو ملكو مينة إذن لليفغ دو مينة فوالسي أيضا تحدثنا البارحة عن فوالا قلنا أن فوالا نقولها للشيء الذي نشير إليه يكون بعيدا اسم إشارة للبعيد فوالا ولكن فوالسي نقولها للقريب يعني فوالسي هذا يعني هو قريب مني هنا وليس هناك ووالا يعني ذلك أو تلك كما نقول في العربية إذن ووالسي هذا لليفغ دو مينة ووالسي لليفغ دو مينة هذا كتابه مينة ووالسي أن تبي ووالسي أن تبي هذا سجد هنا فقط أريد أن تلاحظون شيئا لاحظوا أن إي هنا موجودة ولكنها لا تنطق إي لماذا؟ لأنها عندما تأتي مصاحبة لحرف متحرك يعني فوال فهو يتغير نطقها تصبح صوت آخر مستقل بذاته وليس إي كما هنا مثلا أو مع إي تعطينا حرف جديد أو صوت جديد وهو و ووالسي دكار إذن فقط لتذكير إي قلنا إذا جاءت بعد حرف ساكن بعد يعني كونسون فهي تلعب دور الكسرة في العربية مع شد خفيف أما إذا جاءت في أول الكلمة فهي تنطق إي ووالسي ووالسي ونسوري هذا أو هذه فأرات هذا فأرن أو هذه فأرات إذن ووالسي ونسوري ووالسي ونسوري ووالسي ووالسي ونسوري ووالسي 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 إذن كما تلاحظون يعني لا توجد صعوبة في نطق إي فقط نقوم بكسرة مع بعض الشد على الحرف الذي يسبق إي ووالسي 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 هذا فجلن إي 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 مينة مينة ان لي ان لي إذن ان لي يعني سرير ان تابي ان تابي ان تابي يعني سجد ان لی و ان لی شكرا كي تابي ان لي ووالسي ان سوري سوري فارون ان سوري ان ردي ان ردي ان ردي فجلن إذن كما قلت لكم يعني عندما يأتي أول كلمة ينطق إ لكنه عندما يأتي بعد حرف ساكن بعد كونسون ينطق يعني يلعب دور الكسرة في العربية كما قلنا مع شد خفيف يلعب دور الكسرة في العربية كما قلنا مع شد خفيف كما قلنا مع شد خفيف le livre de Mina Voici le livre de Mina Voici هذا le livre qui tabou de Mina يعني هو Mina Voici le livre de Mina Mina Li Sur le tapie Mina Li Mina تقرأ Sur على أو فوق le tapie السجد إذن Mina تقرأ على السجد Mina Li Sur le tapie C'est un c'est un joli joli إذن لاحظوا نقوم بكسرة مع شد خفيف joli tapie 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 ili ili laحظوا هنا i عندما يكتب أول كلمة يكتب يعني حرف كبير إذن هكذا يكتب كحرف كبير ili mi di ili mi di يعني سديروا على الطاولة أو حانا وقت الغداء نقول أطابل Il est midi à table Mina a mis le livre dont le placard Mina a mis Mina wadaat Mina a mis le livre el kitab le livre dont في le placard في الخيزان إذن Mina wadaat el kitab في الخيزان Mina a mis le livre dans le placard Mina mange des radis et des olives des olives Mina mong Mina t'akulu Mina mong des radis t'akulu الفijl des radis et wa des olive zeytun Mina mong des radis et des olive et des olive d' id il il la la t'entahe la 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 la